السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدشكم الدكتور محمد عبد العزيز السالي في الجزء الثالث من الفصل السابع سنتناول وسنواصل الحديث عن تمييز سباك الإلمنيوم في هذه المرة سنتناول هذا التمييز من وجهة نظر عملية التمبر أو عملية المعالجات الحرارية التي تتم لها أسلفنا في الجزء السابق عندما تحدثنا أن هناك إما أن تكون سباك الإلمنيوم روت ألوي أو كاسينج ألوي وهذا معبرا عنه ببعض من الأرقام تكتب فنفهم منها أنها إما أن تكون روت ألوي أو كاسينج ألوي بالإضافة إلى ذلك فأن هناك حروف معينة تكتب إلى جانب هذا الرقم لتمييز السابيكة وهذه الحروف تعبر عن المعالجات الحرارية أو المعالجة الحرارية التي يمكن أن تتم لهذه السابيكة أو التي تمت بالفعل لهذه السابيكة فإن كان هناك حرف F فمعناها As Fabricated بمعنى Outworked, Forged, Forecasting أو Whatever it is بمعنى F أنها كما صنعت على أساس أنها كانت تكون شكلت على الساخن أو على البارد أو بالسابيكة أما حرف U فمعناها أنها تم لها النيلد وهي نوعا من المعالجات الحرارية التي تعمل عملية Soft بعد عملية Coldworked كما سنتناولها في الجزء التالي H معناها Coldworked وإذا كتبت H1X معناها الـ X هي الجزء من عملية Distressing أو عملية Coldworked التي تمت أي التشكيل على البارد أما إذا كانت W فمعناها أن هذه السابيكة تم لها Solution Treatment كما سنتناولها بالدراسة والتحليل و T معناها Age Hardened أي أن هذه السابيكة تم لها Age Hardening أما رقم 1 أو 2 إلى 10 التي تكتب إلى جانب T فهي تعبر عن درجة الحرارة التي تمت إلى هذه الـ Age Hardening لهذه السابيك ترجمة نانسي قنقر